تفقد رئيس الهيئة العامة لتنشط السياحة أحمد يوسف متحف أثار كوم أشيم ومحمية واد ريان لمتابعة الأعمال بالمنطقة والترويج السياحي لمحافظة الفيوم وذلك بحضور المحافظ أحمد الأنصاري واشر الأنصاري إلى أن المحافظة تمتلك من المقاومات السياحية والأثارية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثارية وفي السياق ذاته أشار رئيس الهيئة العامة لتنشط السياحة إلى أن متابعة وتفقد المواقع السياحية والأثرية يأتي ضمن خطة العمل الميداني للهيئة لتطوير وتأهيل المواقع السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية هدف الزيارة النهاردة توحيد الجهود مع محافظة الفيوم لرفع معدلات الزيارة السياحية سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية لمحافظة الفيوم مش كده وبس إحنا عارفين أن عدد كبير جدا من الناس اللي بتيجي الزيارة للمحافظة بتيجي سياحة اليوم الواحد إحنا رح يعيزينهم يبقى زيارة اليوم واليومين والأسبوع زي ما إحنا شايفين محافظة الفيوم فيها مقاومات جميلة جدا وجيدة جدا ومن ضمن المقاومات المهمة أوي أنها قريبة جدا من القاهرة يمكن أقل من ساعة من القاهرة